السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنبدأ إن شاء الله بحل أسئلة الدرس الثالث وهو جهاز الدوران لأسئلة الدرس في الكتاب المدرسي صفحة 45 نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول بقول لي الشكل المجاور يمثل مقطعا طوليا للقلب أجيبي ألف ما اسم الأجزاء والأوعية الدموية المشار إليها من 1 إلى 9 طبعا إحنا هنجاوب من 1 إلى 15 هنجاوبها كلها وما النوع الدم في كل منها نشوف رقم 1 الشريان الأبهر ويحمل دم نقي 2 الوريد الأجوف العلوي ويحمل دم غير نقي 3 شريان رئوي أيمن ويحمل دم غير نقي 4 أورد رئوية يمنى وتحمل دم نقي 5 أذين أيمن ويحمل دم غير نقي 6 صمام طبعا دم غير مؤكسج إنه غير نقي 7 بطين أيمن دم غير نقي 8 الوريد الأجوف السفلي دم غير نقي 9 شريان رئوي دم غير نقي 10 10 الأورد الرئوية اليسرى دم نقي 11 أذين أيسر دم نقي 12 صمام دم نقي 13 صمام أيضا دم نقي 14 بطين أيسر دم نقي 15 عندي شريان أبهر دم نقي نجي للسؤال الثاني قارني بين قارني بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح من خلال جدول من حيث الشكل والعدد والوظيفة وجود الأنوية طبعا حكينا الجدول هذا أثناء الشارع في الحصة السابقة لكن سنتطرق له مرة أخرى بالنسبة لخلايا الدم الحمراء شكلها قرصية الشكل مقعرة الوجهين خلايا الدم البيضاء كروية الشكل الصفائح أجزاء من خلايا بالنسبة لوجود الأنوية الدم الحمراء عديمة النواة البيضاء أنويتها متعددة الأشكال الصفائح عديمة الأنوية الوظيفة نقل الأكسجين لجميع الخلايا الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين طبعا هذه الحمراء أما البيضاء فتقوم بعملية البلعمة وإنتاج أجسام مضادة الصفائح الدموية تقوم بإصلاح الأوعية الدموية الممزقة وتخثر الدم السؤال الثالث طلب الطبيب من فارس إجراء تحليل لدمه تأمل الشكل المجاور الذي يمثل جزءا من التحليل ثم أجب عما يأتي واحد كم عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح في دم فارس طبعا عدد الخلايا الحمراء أنا كيف أعرف حكينا الحمراء اسمها Red Blood Cell هايها Red Blood Cell إذن عددها 5.69 من 100 مليون لكل مليلتر أما عدد الخلايا البيضاء اللي هي White Blood Cell White Blood Cell اللي هي 6.8 من 100 هايها لكو كاونت طيب عدد الصفائح بلاتلس هايها 255 كم بلغت نسبة الهيموغلوبين؟ نسبة الهيموغلوبين أيضا واضحة في التحليل اللي هي هايها 16.9 من 10 هل يعاني صاحب هذا التحليل من أي حالة مرضية؟ فسري إجابتك طبعا لا يعاني من أي حالة مرضية تعتمد عليها نتائج هذا التقرير الطبي لأن جميع القراءات تقع في المدى الطبيعي للقراءات نيجي الآن للسؤال الرابع والأخير أدرس الشكل المجاور الذي يوضح عدد خلايا الدم البيضاء لدى طلاب الصف التاسع ثم حدد أسماء الطلاب الذين لديهم عدد خلايا الدم البيضاء في المعدل الطبيعي عندنا محمد وعدي وعبير با أسماء الطلاب الذين يعانون من مشكلات صحية إبراهيم وسعاد جيم ماذا تتوقع أن يكون نوع المشكلة؟ نوع المشكلة الصحية ممكن تكون أمراض بكتيرية مثل الالتهاب الجرثومي عند إبراهيم بسبب زيادة عدد الخلايا البيضاء أما سعاد فمن المحتمل أن يكون عندها ضعف مناعة لأن عدد خلايا الدم البيضاء مالها ينقص عن المعدل الطبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته